السلام عليكم ورحمة الله أبناء العزاء طلاب الشهيدة السنوية العامة والأزهرية إن شاء الله خلال سلسلة الفيديوهات القادمة هنقدم لكم مجموعة من أهم المقالات المتوقعة تيجي في امتحان آخر العام كل فيديو هنشرح فيه موضوع مقال واحد فقط هنشرح خلال الفيديو إزاي تكتب الموضوع ده إيه الأفكار اللي هتكتبها وإزاي ترتب الأفكار دي بحيث أن أنت تحصل على الدرجة النهائية بسهولة وأول مقال في قائمة تشغيل مقالات السنوية العامة هيكون عن Global Warming الاحتباس الحراري الموضوع ده انطلب مننا كتير جدا الاحتباس الحراري هو أحد الموضوعات اللي بتناقش القضايا البيئية لو مشيت بنفس الخطوات اللي هقولك عليها أنت ممكن تكتب أكتر من خمس صفحات أو عشر صفحات مش بس اللي هو طلبه منك 250 كلمة أولاً لازم تهتم بشكل المقال المقال ما ينفعش يتكتب كله كفقرة واحدة ده يبقى اسمه باراجراف اسمه فقرة لكن المقال عبارة عن مجموعة باراجرافات يعني هتكتب حوالي أربع فقرات كمان ممكن تزود خمسة ستة المهمة تقلش عن أربع فقرات وحتميز كل فقرة بأن أنت بتترك مسافة تكفي كلمة في أول سطر في الفقرة الأولى هتكتب المقدمة في المقدمة هتتكلم عن الاحتباس الحراري على أنه واحد من أخطر المشاكل البيئية التي تهدد قلقة بالأرض وكمان هتعرف إيه هو الاحتباس الحراري في الفقرة الثانية هتتكلم عن أسباب الاحتباس الحراري إيه اللي بيسببه الفقرة الثالثة هتتكلم فيها عن النتائج المترتبة على حدوث الاحتباس الحراري الفقرة الرابعة هتتكلم عن دور الفرد والمجتمع في حل مشكلة الاحتباس الحراري أما في الفقرة الأخيرة هتكتب خاتمة الخاتمة دي هتوضح فيها رأيك الشخصي في حل المشكلة دي وتدي نصائح للآخرين بالنسبة للمقدمات والخاتمة عندنا فيديو على القناة في مجموعة جميلة جدا من المقدمات وكمان في خاتمة تقدر إن أنت تذكرها وتحفظها حاسب لك الرابط بتاعها في صندوق الوصف وفي أول تعليق وحتظهر لك في علامة الآي أعلى الشاشة وهنا أنا حضرت لك نموذج عن موضوع الاحتباس الحراري هنقرأه ونترجمه مع بعض بحيث إن أنت تقدر تاخد منه أفكار تعرف إيه هو الاحتباس الحراري إيه هو أسبابه إيه هي أضراره النتائج المترتبة عليه طب إيه اللي ممكن نعمله ده كله هتاخده من هنا من الموضوع ده بعد كده أنت تدرب بها وكتب بأسلوبك الخاص أول باراجراف حيكون عبارة عن مقدمة حنعرف فيها إيه هو الاحتباس الحراري الاحتباس الحراري هو واحد من أخطر المشاكل البيئية والتي تهدد حياة الناس والكائنات الحية على كوكب الأرض Global warming is the increase in the temperature of the earth الاحتباس الحراري هو زيادة في درجة حرارة الأرض في البراجراف الثاني حنتكلم عن أسباب الاحتباس الحراري What causes global warming ما الذي يسبب الاحتباس الحراري This is because of using fossil fuels and defrustation هذا بسبب استخدام الوقود الحفري وإزالة الغابات This makes carbon dioxide increase in the atmosphere هذا يجعل سانيكسود الكربون يزيد في الغلاف الجوي So the earth becomes hotter لذلك تصبح الأرض أكثر حرارة When this happens, ice and snow will melt and the sea levels will rise عندما يحدث هذا فإن السلج والجليد سوف يزوب وترتفع مستويات سطح البحار If this happened, the earth would be in danger إذا حدثت ذلك فإن الأرض سوف تكون في خطر أنا هنا استخدمت الحالة الثانية من إفل لأن ده مجرد تخيل في البراجراف الثالث هنتكلم عن ماذا يجب علينا أن نفعل كي نقلل من خطر الاحتباس الحراري We should stand one hand to reduce the dangers of global warming يجب علينا أن نقف يدنا واحدة كي نقلل من خطر الاحتباس الحراري But how can we do this? ولكن كيف يمكننا يفعل ذلك? One way, أحد الطرق We can use renewable energy يمكننا أن نستخدم الطاقة المتجددة Such as solar energy, wind power and hydroelectric energy مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة القهرومائية Also, أيضا We should reduce our use of non-renewable energy like fossil fuels يجب علينا أن نقلل من استخدام الطاقة الغير متجددة مثل الوقود الحفري This can be achieved by using public transport instead of our private cars يمكننا تحقيق ذلك باستخدام المواصلات العامة بدلا من سياراتنا الخاصة Students can cycle to schools instead of riding buses الطلاب يمكنهم أن يقودوا الدراجات للمدارس بدلا من ركوب الأوتوبيسات في الفقرة الرابعة هنتكلم فيها برضو عن طريقة أخرى من طرق التقليل من مخاطر الاحتباس الحراري Another way طريقة أخرى We should stop deforestation يجب علينا أن نقف إزالة الغابات We can do this by planting more trees and seedlings instead of cutting trees يمكننا فعل ذلك عن طريق زراعة المزيد من الأشجار والشتلات كلمة seedlings معناها نبتات أو شتلات بدلا من قطع الأشجار Trees and plantes can help us to increase oxygen النباتات والأشجار ممكن تساعدنا في زيادة نسبة الأكسجين And get rid of carbon dioxide والتخلص من سينوكسيد الكربون الفقرة الخامسة والأخيرة هنعمل فيها الخاتمة Finally في النهاية We should do our best يجب أن نبذل قصارى جهدنا To reduce the global warming and protect the earth للتقليل من الاحتباس الحراري وحماية الأرض We can work together to create a sustainable future for our planet وبكده احنا عرفنا ايه هو الاحتباس الحراري وايه هي أسبابه وايه هي المخاطر او النتائج المترتبة عليه وكمان ازاي نحل المشكلة دوري هنا ننديتك الأفكار والمعلومات اللي تقدر تكتفيها عن الاحتباس الحراري انت قطالب سنة وعام هيكون عندك معلمات أكتر فممكن تشيل جمل وتحط جمل او تزود جمل من عندك لكن احب أفكركم ان انتوا لازم تتدربوا Practice makes perfect التدريب يؤدي إلى الإتقام فلو انت عامل حسابك ان انت هتكتب الموضوع او الموضوعات دي لأول مرة في الامتحان مليون في المية هتغلط فيها لازم تتدرب وتكتب وما تقلقش حتى لو باقي أسبوعين على الامتحان لسه قدامك وقت للتدريب أهم حاجة واحنا بنكتب واحنا بنتدرب على الكتابة لابد تراعي الشكل المقال ان انت تسيب مسافة في بداية كل فقرة كمان لازم تاخد بالك من علامات الترقيم دي نقطة مهمة جدا لازم تركز عليها قبل ما تكتب الموضوع لازم تحدد الزمن اللي هتكتب فيه لو هو موضوع بيتكلم عن الحقائق أو عادات فلابد تكتب في المضرع البسيط أما لو هو موضوع بيتكلم عن حاجات في المستقبل فلابد تستخدم المستقبل البسيط والمصدر كمان خد بالك لو انت بتتكلم عن أحداث حصلت في الماضي فهتستخدم الماضي البسيط كمان نقطة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها وانت بتكتب ان انت لو هتستخدم روابط في الكتابة لابد تكتب بشكل قواعدي سليم يعني لو هتستخدم حالات F الروابط اللي بتربط بين الماضي البسيط مثلا والماضي التام يبقى تاخد بالك لازم تكون القواعد سليمة للأسف الطلاب المتفوقين اللي بيحصلوا على درجات عالية جدا بينقص درجة في اللغة الإنجليزية بيكون بسبب حاجات بسيطة زي كده بتمنى لكم جميعا التوفيق انتظرونا ان شاء الله الفيديو القادم مع موضوع آخر من المقالات المتوقعة ويا ريت لو انتوا حابين نتكلم عن موضوع معين اكتبونا في التعليقات وان شاء الله نعملكوا فيديو بالموضوع اللي انتوا محتاجينه في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة